قررنا نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعون داخل لجنة نقل واستعادة المؤسسات نيابة عن الشعب القابوني والضامن لحماية المؤسسات الدفاع عن السلام بإنهاء النظام الحالي وإلغاء الانتخابات العامة التي جرت في السادس والعشرين أوت الفين وثلاثة وعشرين واعتبار نتائجها مبتورة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر وحل جميع مؤسسات الجمهورية القابون كان دائما ملاذا للسلام واليوم تمر البلاد بأزمة مؤسساتية وسياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة وعلينا أن نعترف أن انتخابات السادس والعشرين أوت الفين وثلاثة وعشرين لم تستوفي الشروط اللازمة لإجراء اقتراع شفاف كما أدى الحكم غير المسؤول الذي لا يمكن التنبؤ به إلى تدهور مضطرد في التماسك الاجتماعي ما يهدد بدفع البلاد إلى الفوضى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر